لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السنغالي اليوباجي هو مهاجم الاهل المحترف الجديد رسميا بيقولوا عليه في السنغال ساديو ماني جديد اليوباجي يوقع للنادي الاهلي رسميا نادي رابد فيينا نمساوي استغنى عنه للنادي الاهلي مقابل 1.5 مليون يورو على سنتين واللاعب هيقبض 800 ألف دولار في الشهر اليوباجي اختار الاهلي برغبته 100% بيقولوا عليه في السنغال ساديو ماني جديد بيقولوا عليه في النمسا ديديد رجبة الجديد قالوا عليه في السويد تيوري هنري الجديد اليوباجي يوقع للنادي أمير توفيق مدير التعقدات في النادي الاهلي نجح نجح كبير في أنه يسيب صورة ممتازة للنادي الاهلي المسؤولين في رابد فيينا أبدوا سعادة غير عادية بالمفاوضات المحترمة بتاعة النادي الاهلي واللي كللت بالنجاح وقال يوباجي بقى لاعب رسمي في النادي الاهلي اليوباجي اللي من سنة واحدة بس رفض عرض كبير من هيبيا تشاينا فورتن اليوباجي اختار الاهلي برغبته 100% وقال دي فرصة عمر أن نلعب في أكبر أنديت إفريقيا وأكثرها شعبية النادي اللي كان من سنتين أكتر نادي في العالم واخد بطولات دولية أمير توفيق مدير التعقدات في النادي الاهلي نجح نجح لي اليوباجي زي ما قلت لكم حيتقاضة 800 ألف دولار سنويا يعني تقريبا تقريبا سبعين حاجة وستين ألف دولار في الشهر يعني تقريبا تلت اللي بياخده التونسي فرجاني ساسي مع نادي الزمالك المبلغ اللي هياخده يساوي تقريبا 12 مليون جنيه يعني تقريبا نص اللي بياخده محمد عواد حارس مرمى الزمالك لاحتياطي يعني الأهلي نجح نجح كبير جدا في أنه يوصل لعرضه عقده ممتاز واللي أهم ولازم تعرفوه النادي الأهلي هو اللي دافع اليوباجي اللي من سنة واحدة بس رفض عرض كبير من هيبيا تشاينا فورتون الصيني ورفض في يناير اللي فات عرض الثاني من جالاتا ساراي التوركي كان برضو بمبلغ كبير وفضل أنه يفضل في أوروبا يتكون ويلعب ويحترف لغاية ما يجيله العرض اللي يتمناه وفعلا جاله والليوباجي بقى لاعب في النادي الأهلي اليوباجي زي ما قلت لكم حيتقادى 800 ألف دولار سنويا يعني تقريبا تقريبا نبدأ على طول بمميزات اليوباجي الميزة الكبيرة اللي عملت له شهرة واسمه وضوء سعره وكل حاجة وهي ضربات الرأس ألعاب الهواء ما شاء الله حاجة تفرح حتشوفوا حاجة تانية اللي فيه كشاف السبعينيات شاف على بو جريشة في ضربات الرأس واللي فيه كشاف التمانينيات شاف جمال عبد الحميد في ضربات الرأس هو زي على بو جريشة بالزبط في ضربات الرأس يطلع ويقف في الهواء ويلعب يمين وشمال براسه بمنتهى الجمال وميزة ضربات الرأس دي على فكرة معاه من يوم ما ظهر في الملاعب السنكالي اليوباجي عن طوله 188 سنتي واحد يقولي طب 188 سنتي ده يبقى طويل ولا متوسط اقول لكم عشان تعرفوه وتقسوها عشان تبقى سهلة عليكم لان الكلام برضو مش يتفهم سؤالي كريستيانو رونالدو طويل 100% وبديع في ضربات الرأسه القفزاته طويلة طوله كام؟ طوله 185 سنتي يعني اليوباجي اطول من كريستيانو رونالدو 3 سنتي لكن بينط بشكل رائع طبعا محدش في العالم بينط زي كريستيانو رونالدو انما هو بينط بطريقة رائعة زي كريستيانو رونالدو في النار وبيقدر ينط هو واقف زي كده واقف ينط الفوق على طول من غير ما يتحرك اكتر من متر ودي ميزة خيالية عند اللاعب الكرة او عند الرياض والجول الجميل او اللي جابه براسه في ماربا نادي ايك السويدي نادي ايك هو الاهل بتاع السويد هو جاب فيه جول براسه في قبل نهاية الماتش وتعادل بيه نادي بتاعه الاساسي اللي كان بلعب معامل السويد اللي هو ديور جاردنس اتعادل بيه واحد واحد كان جايبه براسه بطريقة رائعة وانا هتطلقه صورة الجول ده في غلاف الفيديو ده يعني بعد ما تخلص الفيديو ارجع شوف الغلاف واشوف الجول اللي هو حطه براسه بطريقة جميلة جدا متفرج عليه